ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهو بداع الاحترام والمحافظة على الترام اذا اوطفوا مشاريعكم التي تشوه بيروت وتنحي الذاكرة جماعية للشعب اللبناني اوطفوا هذه الجولات التي لا يستطيع اي لبنان تحمل نفقتها لبنان هو بلد سياحي وان هذه المواقع التي ندافع عنها هي نادرة وفقا للمنظمات العالمية مثل الايكونات في حين ان بلدان الخليج العربي تفتح قروة لمتحف اللوف وتبني اسم سقاف اما نحن فنتصحر اراديا حضرة الحكومات السابقة والحاضرة ان الشعب يحاسبكم الاسرية الصامتة تحاسبكم ان هذه الاغلبية تتجاوز الالوان السياسية والانتمعات الدينية ولا تنتمي اليكم هذه الاغلبية اغلبية الرأي العام لا تنتمي الى البرلمان ولا الى الصراع ان اليوم نطلب بالكم ثلاثة اشياء اولا حماية واعادة هيكلة المرفع الفينيطي في الموفع 1-9-3-8 بدون تفكيك سيصبح المرفع الفينيطي موفعا سياحيا يساعد الاقتصاد البناني ويعزز الهوية تاريخية ببيروت والصفات السياحية للبنان ثانيا حماية ميدان سباق الخيل الروماني في ودي مجميل تطويره وتحويله الى مركز جذب سياحي بدون تفكيك احد عناصره وثالثا بدأ مشروع ادارة الارث الثقافي لمدينة بيروت وفي النهاية نقوم بما يخص الحماية والمحافظة على الثقافة التاريخ ولاوية تصمد السياسة لان لا دخل لها في هذا المجال لان شعبنا لا يستحق ان نقسمه ويتوجب علينا ان نوقف التلاعب به نحن نختار السياسيين في بلدنا وليس العكس وشكرا لان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة